مساء خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح وحشتوني وحشتوني جدا 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 هو أسبوع واحد اللي غيبته عنكم بس حاسة إن أنا بقالي كتير قوي ما تقابلتش معاكم وحشتوني وعشان ما تكونوش زعلانين مننا قررنا النهاردة إن الحلقة تكون مختلفة جدا بضيفها وبفكراتها هنعلمكم حاجات جديدة هتتفرجوا على حاجات ممتعة هتتفرجوا على فنانين على حكايات نجاح مختلفة النهاردة أول فقرة معنا معنا ديفة غالية علي من اسمها لأن هي على اسم حد غالية علي وعزيز علي وغالية على كل متابعين البرنامج ومتمكنة شطرة بتحب لما تعمل حاجة ما تكونش وغداها كده وخلاص يعني عايزة تبتدي تكون ميكب أرتست لازم تروح تاخد كورس احترافي عايزة تحط حاجة جديدة عندها في المكان أو في السنتر لازم تجيب حد متخصص هي ما بتتبعش نظام ان هي تكون بتعمل كل حاجة واصلة هي شطرة وبرفكت لا هي كل حاجة تحب اللي بيعملها يكون متخصص النهاردة هنعلمكم ازاي يا بنوتا يا جميلة ترسيمي حواجبك صح ازاي ما يبقاش شكلها فيك وازاي ما يبقاش شكلها مش مظبوط يبقى مظبوط جدا محترم جدا لايق على وشك وده أهم حاجة وده اللي النهاردة هتعلمه لنا دفتي الجميلة شكلا وموضوعا دينا سعيد عملا ايه الحمد لله انت عارف ان اسم اللي جالي عليا ربني اخليك انا مبسوطة ان انا معيك والله صدقيني انا كمان مبدئيا انا مبسوطة بيكي شغلك حلوة اوي 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 بسي ربني وطبعا مبسوطة بيكي عشان هتعلمي حاجة انا ما بعرفش عملا دينا انت بقالي قد ايه بتشتغلي انا بالضبط بقالي 4 سنين بس بس ده رائع جدا المستوى اللي انت وصله له ده الحمد لله انت كنت بتقوليلي انا ما حبش اعمل كل حاجة انا احب لما اجي اعمل حاجة اكون حد محترف فيها بس انت خدت كورسات اه خدت كورس بخراحة اول كورس يعني استفدت منه بس هو اكتر بيبقى ممارسة يعني المستوى اللي انا وصلت له دلوقتي بنو الممارسة كورس التاني لما اخدته ما حسيتش ان انا استفدت قوي لان خلاص كنت قريد اشتغل عطيت اللي بس يعني هو كورس الاولاني فاتني كتير بصراحة كتوقع مني لان انا عندي هواية فانا زودتها بالدراسة انت بتحبي الحكاية دي اه جدا من زمان خلاص انا عرفت انت بتعرفه دلوقتي انا ليه بقول لها انت بتحبي كل حاجة تكون للتخصص بتاعها او تدي العيش لخبازه بس ضبط قبل ما نكمل كلام تعالي بقى علمينا ازاي نرسل حاجبنا يلا بينا احنا معينا تو موديل اه بس ضبط ليه بقى يعني ليه جايبين اتنين فاهمينا برضو عندنا الموديل الاولانية حاجبها خفيفة خالص اوكي تمام هنشوف هنرسمها ازاي والموديل التانية حاجبها تقيلة فهنعرف محتاجة تترسل يعني هنضبط حاجة بسيطة خالص تاكي يلا بينا بعد اسوك جماعنا هقوم عشان ما اتضربش الحواجب الخفيفة دي بيفضل ان احنا نستخدم الجيل لانه طبعا بيبقى الشعر خفيف خالص افضل حاجة لها الجيل اه احنا اصلا هو الحاجات اللي بنرسم بيها احنا اشتغل اللي فيه جيل وفيه بودر وفيه مسكرة الحواجب بس يعني انا ما بفضلش مسكرة الحواجب لان هي اكتر بتغير لون الحاجب مش ان انت ترسمي بيه بجد اه والله يعني انا ممكن لو حواجب بي سودة اقدر اخليها بني بالمسكرة مش بالجيل لا احنا عشان نرسم الحاجب ونخليه مزبوط لازم نأسسه الاول وبعد كده نديله اللون سديس احنا عملي محطة جيل والداني درجة اللي انا عايزيها دايما بيجمأ حتى لو درجته فتحها احنا عشان نعرف نرسم الحاجب صح اي حاجب في الدنيا ليه مقاسات بمعنى بمعنى ان احنا عشان نعرف نرسم حاجب ويطلع صح نبدأ الاول يعني البنت لسه تبقى لسه مش يعني نعتبر الفرشة يبقى الكاميرا لو سمحتوا كده تجيبها لنا عشان تورينا هترسم ازاي سحط حاجة بسيطة كده فيلمال خان نعرف نعلم احنا هنعمل ايه المقاس الاولاني من عند الأنف هنطلع كده ده كده اول الحاجب عال dealer اهوا انا ناسا اللي بتعمل من هنه نفس الوش علشان الناس اللي بتقفل الحاجب من هنا ده طبعا غلط جدا وغلط جدا طبعا tablet الا لو انا حجم مناخيري جايب لده اه لكن لو مش جايب لك ده مش من الجنانية احنا لوها مش شئت على المقاسات اللي انا هأقول عليها دي هي هتجيب المساحة بالضبط بتاعة العدس هنا أنا كده مش بجيب الرسمة الصح أنا بجيب الرسمة اللي لايقى على وشي صح بالضبط طب حلوق المقاس الحاجب بتاعي المفروض يبقى عليه طب حلوق تمام المقاس الثاني أنا حطيتنا هتحط نقطة هنا عشان تبقى عارفة هي هتبدأ منين تمام هنبدأ المقاس الثاني من عند الأنف هنا أوكي هنحط ده كده على الحاجب هنحط نقطة دي؟ الرفعة تحت الحاجب بالضبط ومن آخر الأنف لآخر العين هنحط نقطة ده كده ما نقدرش نحنا نزيد عنه تمام جد نحط برضو النقطة عشان هي تعرف هتشتغل ازاي يبقى إحنا كده تاني ورين بس بالفرشة حطينا كده ده أول مقاس من عند الأنف من هنا أوكي نسند على الأنف كده وبنطلع أهي نفس النقطة تمام من نص الأنف كده من عند أرنالك الأنف آه لحيت بالضبط هنعمل كده في نص العين بالضبط نص النني هنحط النقطة ومن آخر الأنف لآخر العين لآخر الحجل هنا حلوة احنا كده عرفنا أول الحاجة فين وآخر الحاجة فين حلوة هنبدأ نحط بقى المنتج بتاعنا ها احنا عشان نطلع يعني حاجة مرسوم وخفيف لازم نحط طبعا حاجة بسيطة جدا مش لازم نبدأ بحاجة إيلا خالص أنا لو أنا لسه هتعلم استخدم جل ولا استخدم بودر لا بودر أسهل حاجة أسهل حاجة البودر هنرسن برده في البودر اوكي انا هاخد بس كده سطر من تحت من أول الحاجب هفضل مشي كده هو خفيف خطوات صغيرة خالص اوكي لحد العلامة اللي أنا تمام تمام اوكي وابدأ أملى الحاجب على الشعر نفسه واحدة واحدة معردش قوي بقى يعني معمنهاش ثلاثة كيلو فوق لا 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 خالص يعني بنت اللي هتبقى لسه بتتعلم يستحسن إن هي تمشي على الشعر لأني مش هتعرف تملة بشكل مصبوط بالضبط هنمشي كده هو على الحاجب بالضبط لحد شعرية الحاجب أنا لسه ما طلعتش فوق خالص اوكي شعرية الحاجب وما باجيش قدام نهائي هنشولي كله وراء وراء أنا عايز أقوض عشان أتفرج أنا هو رفعت الحتة جيت عند النقطة اللي أنا وصلتها وهنوصلها بالنقطة الأخيرة كده أنا بدمج عشان أبين الشعرات مهم موضوع التسريح مهم طبعا عشان لو في أي حاجة مكالكعة أو أي حاجة تتدمج مع الشعر حلوة المعلومة دي عملي ما عملتها طبعا نكمل كده هو أنا برضو ما باجيش قدام نهائي ده أنا بصي مش هقولك بعملي قدام بروح يلا وعملها مربع كده وقفت لا 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 خالص ده غلط خالص توا على العرف خالص لا ما بقاش خالص أنا مش هحط حاجة تاني في الفرشة هو هي مرة واحدة تقريبا او وهبدأ بقى أنا بالباقي في الفرشة هبدأ أمشي على الشعر للقدام عشان تبقى هير باي هير وتبقى خفيفة ونمشي بالفرشة حلوة قوي قوي طبعية جدا ده أنزل بيها دي بقى وروح الكلية وروح لقرأيدي انت حتى لو مش عايزة تحط ميكب وخلاص كده الحواجب لأن هي الحواجب أساس الوش كلها وروش وروش بالنسبالي ده أقول لكم أنا أهم من الروش المسكرة لا ده ناس كتير كده خلي مالي هي العين بصراحة اللي بتباين الوش بالزفت احنا دلوقتي لقبطنا الدنيا ومش عارفين نتصرف ازاي هنمسح الحاجب لأ مش هنمسح هنعمل ايه؟ فرشة تغيرة خالص عندنا واي كونسيلر اللي ما عندهاش كونسيلر الفوانديشن اللي عندها اي كان وهناخد كده بالفرشة احنا لقبطنا الدنيا هنيجي بقى من تحت الحاجب هنمسح اللي احنا عملناه بالكونسيلر وحتى لو ما لقبطناش وعملنا التريكة دي هتلاقي الحاجب شكله أحلى وأنظف منور وحتى لو البنت مش عاملة مثلا حاجبها او حاجب اقام حاجة بس تبنج اللي احنا عملناه تمام جدا وانتي بتقوللنا كده بقى قوليلي هو ايه الموضة في الحواجب دلوقتي؟ الموضة في الحواجب اللي هي بتبقى نشر خالص عريضة شوية ما بتتحددش نهائي بتبقى مفرغة كده بس يعني هي هي حلوة مع ناس ونس لا مش مكليه انا ضد ان اي حاجة تريند نمشيها على الكل طيب احنا ممكن نعمل الموضة الثانية بتكلم عن الحواجب التركي الحواجب اللي هي منعكشة مش مظبوطة مش معمولة ودي ما تناسبش العروسة وما تناسبش المناسبة دي لك طبيعي لان دلوقتي احنا بنعمل نو ميكب يعني كل البنات عايز تعمل نو ميكب وحواجب طبيعية وكل ده لكن برضو احنا قولنا مش بتليقى مع كل الناس مش بتليقى مع كل الناس عندنا الموضة بتاعتنا ما شاء الله اصلا اش محتاجة ترسم حواجبها احنا كنش هندخالها خلي بالكم من حواجبها الحلوة دي غيرانين منها مش حاجة تانية احنا عندنا الحاجب من هنا دي محتاجة راسانا؟ هو محتاج يتصبط من قدام وهو تقيل من اقصد انها حتاج يترسم من ورا لان هو تقيل من قدام احنا بس هنقفله تمام احنا هنستخدم معها البودر في الحواجب التقيلة بودر لان السجل هيتقيلها هيتقيل اكتر انا اسفة طبعا بقول كده بس تبقى نزلك كليه شبه العفاريج حتى اسود ومتحدد شكلهم صعب اطلا غلط جدا ان احنا بسم الحواجب باللونة الاسودة اما المفروض قال اسم طب انا حواجب بسودة بني مش فاتح اه لا بني خالي معاك درجات البني افتح من درجة تاتي افتح من درجة شعرنا بدرجة او درجة بس ممكن تبني ناعي سودة بس هي من السودة لان الاسود بيقفل الحاجب شوية بيقفل العين شوية هي عريضة قوي من قدام الحواجب دي ده كده لايق على وشهة ولا مش لايق يعني المفروض تخففهم من قدام ولا لا انا شاية ان هي عايزة بس تتخفف من حتة دي شوية هتلاقي مساحة مساحة العين عندها فتحة شوية عشان انت لما تيجي تعملي ميكاب تديك مساحة ترسمي لان احنا كمان لما عندنا بيبقى عندنا جفن من بطن بنحاول على رسمة الحاجب ان احنا نرفع الرسمة لفوق شوية عشان يبقى عندنا مساحة ان احنا نعمل الميكاب رسمة العين طب بعد ما نخلص هتعمل لنا بقى بودر مش انت تعليمي البنات الغلابة اللي شبه حالاتي تعليمينا نحط بالروحة انت عندك في المركز بتاعك او في المكان بتاعك تنظيف بشرة كمان بس بس مش قادرة افهم لي اش ماء نددت خصوص الوحيد اللي انت قررت تحطيه عندك يعني اننا البنات بالجيلي العرايس بشرتهم مهلكة جدا طبعا ما بدقاش فيه اهتمام خصوصا كمان الفترة اللي تبقى قبلوا الفرح بيبقى الدنيا بقى بايضة نزول وطلوع وطراب اعتقد وطرابكم سنين مش موضوع قبل الفرح بس ضبط خصوصا الناس اللي بتعملش اصلا تنظيف بشرة خالص مش عارفها يعني اتقلك انا ما بحطش ميكاب هامل تنظيف بشرة ليه ماشي انت ما بتحطش ميكاب بس في تراب ورطوبة وشمس وكل ده بس انا هيضوبك بس ارسنت الحاجة من وره شايفة الفكت اه لا فارق جامد احنا هنسيبها كده عشان نستعرف وخططها الحين دولتي هنرسم الحاجة بالتاني ببودر وهي حواجب رفيعة بس هترسم ببودر عادي جدا عادي جدا وهتبقى اسهل كتب من الدجاج اعلمين ايه؟ احنا هنخذ لها درجة فتحة شوية احنا قلنا افتح من درجة شعرها درجة او درجة او درجتين اوكي تمام برضو نطرح الحاجة بشو ما نعرف اوله من اخره انا عرفت المقاس خلص وطول المقاس اه طبعا يعني هي لما تعمل كده هتلاقي نفسها بتشتغل على حاجبها تمام عادي مفيش اي مشكلة بس برضو ببدأ من وره دايما من وره انا العكس ده غلط لا غلط انت بتبقي حطه اتأل حاجة اتأل حاجة هتتحطه هتحتام قدام هتلاقي الدنيا بتقفلت بتقفلت فتشتغلي من وره واللي هيتبقى نشتغل بيبقى دايما عشان الدنيا تبقى ابسود انا برضو عند يدوبك منبط الشعر حلو قوي ده على فكرة مش باين خلص نوع بودر خالص في فرشة مختلفة للبودر وفرشة مختلفة للجلد اه فرشة البودر بتبقى اعرض شوية بس اللي ما بيعرفش يتمكن فيها اللي هي بتبقى اعنفش من كده تستخدم الرفيعة ايدي يعني مفيش مشكلة بس انا بالنسباي الاضاق اللي بتبقى رفيعة في البودر وفي الجل طيب هو انهي اللي استخدمه يوميا الجل ولا البودر لا البودر الجل يوميا بتهلكي شعرة الحاجة بتبقى تقيل عليها حلو جدا وليني 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 بس ده طبيعي اكتر البودر بتبقى اخف طيب اتفضلي بقى اعودي حتا عبنكي جدا لا لا مفيش طعب الايدي حلو قوي قوي وليني 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 مشك ما ينفعش الكلام ده ده طبيعي خالص 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 عشان كده بحب البودر تبقى يومي اكتر عارفة كأنها ده ربنا خليقها بيه بالزبط مش مش فيك او مش طبيعي نعم احنا معينا دلوقتي يصور على الهوى نسفرج عليها شغل حلو قوي دينا ايه اسلاميدي ربنا يخليك كنا لسه بنتكلم قبل الهوى وبقولك فيها عراس متعبة صح جدا اللي بتيجي بتبقى عارفة هي عايزة ايه متعبة المتعبة بنزلها ان هي متعبة بتقولي انا ما بخبيش هسا ولو مش انتي تعطيني انا افضحي اليها чи بها على الفيسبوك المتعب اكتر اللي بيبقى مش عارف هو عايز ايه ولا اللي اصلا بشرته وحشا ولا آنى حد بالنسبالك هو ده اللي المتعب المتعب بالنسبالي اللي بتبقى بتطلب طلبات مش مش موجودة وهي فهمة ان ده الصح ومهما اكلمها ما بتكتنعش بوجهة مزر خالص هي عايزة كده انا عايزة حواجب التركي ويهي عايزة تاليها اللي بتبقى بشرتها تعبين عشان كده انا حبيت ان انا ادخل في الستوديو عندي تنظيف البشرة واجاي بحد متخصص يعني مش انا مش انت اللي تعمل لا مش انا انا جاي بحد متخصص في تنظيف البشرة هو يبقى مسؤول عن البشرة اي ان كان هي ايه والحمدلله النتيجة بقيتها بتطلع زي الفل حلو اوي انا بقبلك لما بيجي احجز ولا انا بتكلمك عن طريق التليف لا انا بصمم هي بتتكلم وتاخد معايد وبصمم ان انا بقى موجودة مع الاساسم بتاعتي بحب ان هي تشوفني وانا شوفها عشان هي حتى تبقى جاي مرتاحة ولو في اي سؤال انا اللي قدر افتها مش الاساسم بتاعتي تبقى يعني الدنيا تبقى بسيطة وعرف شكلها لو هي عايزة رأي في اي حاجة في الطرحة في البشرة بقى كمان انتي بتشوفي البنت فتقولها لا انتي محتاجة كم مرة تنزيف بشرة لا انتي مش محتاجة خالص لا بقول لازم تقولي بقول طيب انا لو عروسة برضو اكيد ليا روتين قبل الفرح فيعني احنا ما بيبقاش لا فيه وقت نروح ولا فيه فلوس ولا فيه امكانية ولا اعصاب في الوقت ده لما البنت بتقولي حاجة زي كده بتبتيها وصفات بسيطة قوي من البيت وبتعملها والحمدلله بيبقى بيبقى احسن من هي ما تعملتش حاجة خالص وبتابع معي اه بتابع معي لحد يوم الفرح السبت قابلتك من زميل جريكي قابلتك لينا لو اشو املا نورتين يا دينا وعلمتين حاجة حلوة واي بنت اترسم حاجبها وحش حاجبها لكم ايوه نورتيني انا مفصوطة ان انا كنت معيك النهاردة والله ومفصوطة ان انا تعرفت عليك صدقيني وانا وانتي شخصية محترمة جدا ودايما يا رب في تقدم وفي نجاح نورتيني اشوفكم بعد شوية صغيرين ومعينا ديفة متميزة جدا 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 ورجعنا لكم تاني مع ديفة مختلفة مختلفة في كل حاجة ممكن نقول اختلافها ده لانها برج الجزي مثلا فعشان كده هي مختلفة وانا بريز برج الجزي عشان انا البرج ده سوها فنانة محترمة شخصية مفيش منها اتنين لازم تتعاملوا معيها عشان تعرفوا قد ايه هي شخصية خلوقة متربية تربية محترمة هتشوفوا شغلها دلوقتي وتعرفوا هي قد ايه حد مختلف معاي النهاردة شخصية محترمة وغالية علي قوي الاستاذة البش مهندسة سوها محمد ابو اليزيد مؤسسة براند سوها نيتنج لفن وتصميم التريكو عاملة ايه يا سوها؟ الحمد لله يا كمام ايه مقدمة وكتير قوي علي فين ديبا؟ تاني ده احنا لسه هنفجئهم انا قلت ايه مهندسة سوها مهندسة ايه؟ تخطيط عمراني تبا ايه؟ تخرجنا واشتغلنا شوية شغاز غيرين قوي بعدين اتجاوزنا جيبنا الاولاد وبعدين احصلت شوية متاعب صحية كده فابتديت ان انا قاعدة فترة طويلة مش بعمل حاجة وحبيت بقى ان انا لأ طول ما انا قاعدة في البيت لأ عايزين نعمل حاجة انا مخلوقة ليه دور ايه فابتديت افتكرت بقى ان احنا كنا واخدين في المدرسة تريكو دم المدرسة انت بدي حاجة بسيطة خالص اه مدرسة حاجة بسيطة جدا وقلت طب ما ارجع كده حاول طبعا كنت ناسية كل حاجة كمبيوتر نزل برامج على اليوتيوب للمبتدئين وابتديت ارجع بقى افتكر واشتغل نزلت اشوف الخيوط واشتري لقيت طبعا حاجات مبهرة ومنسايتها انا وبطلتش دي ما اخدتش ولا كورس؟ نا ما اخدتش اي حاجة كل ده تعليم يوتيوب؟ اه تعليم يوتيوب وابتديت بقى ان الموضوع استهواني فعلا بقى شغف فابتديت بقرأ عن الغرس كتير بنزل فيديوهات كتير اي تصميم عجبني ببتدي ادور عليه واجيبه بتعمل ازاي لقيت حاجة صعبة بتدخش على اليوتيوب ممكن عدت اربعة تيام بدور على التصميم وغرزة عشان عايزة تعلم ان انا اعملهم ايه اطلا لان ده سفديتك في الحتة دي اه يمكن ان هو علمت الواحد فعلا ان هو يدور على الحاجة واي مشكلة يلاحل والدنيا مظبوطة وبالسانتي ايه اصلا عشان انا مهندسة يا جماعة فعلا بجد شغل حلو قوي انتي تريكو تريكو مش كروشيت ولأول مرة تصدم واعرف ان فيه فرق رهيب قوي بين التريكو والكروشيت هو التريكو اساسا اصعب شوية من الكروشيت في شغله وبياخد وقت اكتر عشان كده يمكن معظم الناس بتفضل الكروشيت انا بطلب الوردر ممكن بعد يومين يجي لي بالضبط ايه هو عملي في قصة الانتاج بصراح مش هتكذب علي بس انا عشقة للغرس بتاعت التريكو تصميمتها تم توليني الفرق عشان انا لحد الوقت انا مش قادرة استوعب ان فيه فرق اصلا بين ذا بصني هو فيه فرق في اسلوب الشغل اصلا وفيه فرق في اشكال الجرز يا روحي دي كفية وبتتلبس بكذا طريقة اه اه اوكي اذا انا افتكرتها جيبت بلنوتة صغيرة بس تتمشي على فكرة تصدقيني ومعها الزراير بتاعتها فانتي بصني التريكو بيبقى ديق وعمل زي نسيج او مفيش نقطة او خرم الجري الكروشي ده كروشي صح؟ لا تتركو برضو بصورة مختلفة بصيغو الشيال عندي كروشي اه اه دي ما ياخدش وقت كتير اوه ده برضو على الرقبة بايوة اوه شيك قوي حلو جدا لا اوه بصوا بصوا سوهو عملة حاجة اميز حتى طريقة الجسيل وازاي نعمل حاجة لأول مرة شفت شغلك قلتلك الشغل ده ايه؟ توركي ايوه فكرة قلتلها الشغل ده توركي اي كده انا اللي بعمله فبصراحة انا مصدقتش قوي يعني مستحيل لا هي بتشتغل حاجة كأنها براند وتحط اللوجو بتاعها وتسلم ايدك تورينا بقى الشغل اللي عندك عشان هما مش عايزين يقوم فماشي اوكي فيه هنا عندنا مجموعات الكوفيات بقى بتاعت الشتة اللي نزلة ده تريكو ده تريكو هي الماشا نفسها ألوانها كده؟ ولا ينسي اللي مدخلين في بعض بص دي انا اللي مدخلة بس اللي هو يبقى جزء سادة والجزء خط تاني مشغوش اللي تحت ده بقى اصلا ده القماشا كده؟ اوه ده هو القماشا بتتبع كده الخيط بتتبع كده بس وشغالينه بحيث ان هو فيه زي اشكال باترن رايحة جاية وده انت وغدا مجهود ان انت تعملي كمان ديزاين ده بالخط اللي انت مش متحكمة فيه بالضبط بصي ده انا ايه مثلا يعني دي انا مركبها على بعض يعني ده شكل غرزة انا خدته عجبني وركبته انه يبقى فيه جزء سادة وركبت اللي انا في النص اروح عاملة بوردر تاني يمشي شوية مستقيم وبعدين ارجع تاني كده فده انا بقى وانا قاعدة اه افكر واختار الاشكال فيه حاجات فيه حاجات بعملها بقى التصميم زي ما هو زي ما هو على الناس بياخد وقت قد ايه سواء لو حاجة صغيرة قوي زي دي ممكن تلات سيئة لكن لو دي برضو سهلة لان الغرزة في النص دي غرزة اساسية دي ممكن ياخد مياه اسبوع لكن لو حاجة بقى كلها غرزة جديدة صعبة احنا بنعمل سجاد ممكن يبقى تلات ساعات اه احنا بنعمل سجاد اه هو مش انا فيه عندي فنانات بقى كروشي بقى ام بيسهموا في الصفحة اه بيعملوا سجاد كروشي هنقدم لهم شكرك دلوقتي بس انتوقع نشوف الشجر الاول ايه تاني عندك اه فيه عندنا كمان اه ده نازل بقى ده بيتلبس اه على البوت على الرجل بس اه صغير بيبقى حتا بين البوت وبين البنطلون حلو ده فكرة جديدة اه فيه واحد منه بس مش معايا على الصفحة بقى الصور بيبقى اطول اللي هو الغيب تحت الرجرة انا ممكن يلبسوش شوز عادي وحطه فانا كأني لابسة بود بالضبط وممكن بتغيري كمان من شكل يعني ده ممكن يتاني ينزل اصلا على رقبة الشوز والدخلي جوه فيبقى كاينك حطيتي رقبة جديدة للشوز وممكن تلبسيه هو عادي على بعضه يبقى ايه طالع منه اه ده في منه اشكال وافكار حلوة وفيه بقى طبعا لغاية الركبة بقى حلوة الفكرة دي عجبتي لان الواحد بيلبس الحاجة ويرميها للأسف نقدرش نطلع بالحاجة مئة مرة فحلوة الفكرة وده بردو تريكو ده كروشي بردو وفيه زينة رمضان كمان او ممكن زينة بقى لأي الاحتفالات يعني راس السنة جاي وما تتقطعش وما تترميش ولا اي حاجة بس يا دي لسه انا اصلاع بقى اه هي الوحدة يعني ده كروشي بردو الوحدة بتتعامل ده انا اللي عاملات كروشي من التجارب الاولى لي انت بدأت تدخلي في الكروشي ولا ده حب استطاع بس ابتديت حب استطلاع وان اقدر بردو اتابع ولو في حاجة انا عايزة على السريع اقدر اعدلها وكده فتعلمت وده كانت اول حاجة لدينا لان هي معاها ناس تشتغل فيها عايزة طول الوقت تبقى فهمة لان دي عملت حاجة غلط دي عملت لان هي في الاخر انا باخد منها انا مليش دعوة مين اللي عاملش انا عايزة بس ايه بقى وليهم الله الله حلوة قوي لا انا مكنتش متخيلاها شيك اوي 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 زي ما انا مسكاها هتوها بقى بعد اذنكم هتطلعها فوق عشان الهوة ايوة شيك اوي 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 ده خشط بيتباع جاهز مضبوع كده تشتغل بقى حوالي الشنطة كلها وده معدن اوه هي بتبتدي نجيبها ونركب بقى الاكسسوريس عليها انا تقريبا كده بقى اننا بندخل حاجات كتير اوه في الشغل حسب كل الموديل طبعا بيبقى لول اكسسوريس بتاعته يعني في برضو حاجات اطفال ابتدينا فيها اوكي فالاطفال برضو بيخش معنا زراير فيه بنترز اسماء عشان يبقى كاستيمايز للبيبي الله حلوة ده لسبوع حاجات كده بالضبط كده وفي كاردجينز بنعملها للبنات الجاكتات صغانتوطة والوين تبقى حلوة برضو جدا تبقى عسل عليهم فحاجات الاطفال ممكن بقى بندخل اللي هو الاسم بندخل لتطريز الزراير بقى برضو بختار الزراير تبقى مميزة اشكال هبي فييس اشكال حيوانين بحيث ان يبقى الكلكشن كله اطفال بسين انتو مش فاهمين هي عملة ايه جوا بس بتقفيل يا ولاد عملة سوستة وعملة كمان زي جراب كده او حاجة لأي حاجة احنا محتاجينها ادينا تبقى طيلوها فاحنا مش بنشتري حاجة كده وخلاص احنا نشتري كأنها حاجة جاهزة بالضبط دي حلوة الماما يعني الببرونات بقى وكل الحاجات يعني دي ممكن شوية في مرحلة بس في عندنا شوية احجام اكبر والفكرة برضو الحلوة انت ممكن تختار ايه تصميم انت عايزاه واحنا بننفذه بالمقاس اللي انت عايزاه حلوة اوي بس وتضيفي لو عايزة جيوب معينة حاجات معينة بتتعمل حلوة علي كل مني حتة انت دايما بتغذي الباترون او بتغذي الغرزة وانت بتعمليها بس ساعات بتفشلي ان اكتلاقي مصدر الغرزة فبتبتكري او وبتطلعي حاجات رائعة في قطع طلبت قعدت بدور كتير وكده مش لقيها فبصراحة بتاعتها تحدى نفسي ان انا ايه جمعت بقى يعني هي كانت زي كابيشون كده ملبوس بس بطريقة معينة ان هو مقفول كله فبتاليت طيب هنجيب الكابيشون بتعملي ازاي وبعدين انا بقى اكمل تفصيل حتة من تحت وبعدين اكمل مش عارفة عايزة ادخل خيط فها زبط اللي انا هعمل حاجات مدورة فبتالت اللي انا فصلتها تقريبا بالكتريفو ده ده دي في حد ذاتها صعبة انا بشوف ان انت كده ديزاينر رائع ان انت تعودي وتاخدي انت مسك الخيط يعني هو ليه شكل معين عملتي منه ديزاين اوه بصري واهلا حاجة كمان يعني ان انا الخيوط بصراحة بقى فيها تنوع كتير قوي وبقى هما بيشجعوا ان انت يعني يجذبك اللي انت عايزة تشتغلي بيه عايزة تعملي حاجة وانا بقعد اشوف الخيط ليه على انهي غرزة يعني بحس ان كل يعني لو تعاملت دي مثلا شكل الخيط ده اتعامل في غرزة تانية حاس ان هو مش هيبين الخيط مش هيبين فبتدي لها نقي غرز بتليق على شكل الخيط وده عين الفنين على فكرة يعني انا كواحدة او انا من الناس اللي بحب غرز معينة يعني انا مثلا بحب الغرزة كان فيه شنطة انا بحب الغرزة دي او بحب الديزاين ده فانا بقى بروح اي شنطة اقول انا صنحت انا عايزة البتاعة دي اعملوا هالي دي طبعا معمول فيها جلد انا مش عارفة افتاحها للأسف بس طبعا حتى القفل بتاعها مختلف جديد حلو قوي جلد ده طبعا جلد محترم مش بيقشر ولا اي حاجة خالص لان انا من الناس للأسف بجيب حاجاته بلاقي الماتيريال بتاعتها وحشة وانا بنتكلم ان دلوقتي فيه ماتيريال للناس الغلابة اللي شبه حالاتي اللي عندهم حساسية او الخيوط دلوقتي حتوها يا جماعة بعد اذنكم حلوة قوي على فكرة شيت جدا والتقفيل بتاعها الغرز كمان او حقدر اهو يقولي اللي بسها تاني هل بسها تاني الخيوط بقى حصل فيها تنوع كتير جدا فعلا دلوقتي بقى فيه خيوط للحساسية هي بيبقى مكتوب عليها ضد البكتيرية ضد الفانجاي ضد الحساسيات بقى فيه خيوط ما بتوبرش ضد الوبر رؤى يعني الحاجة طوال عمر فيه خيوط مخصوصة للعمر حكاية العمر دي ان هي مكتوب عليها ان هي تدليسل في الغسالة كذا مرة دي بيتليق اوي في تصميمات لو شربات لو لا كليك هتتعامل في البيت اللي هي الحاجات اللي هتستهلك بالضبط بينفع يدليسل بيعملوا حمام بيرجعوا مش عارفة ايه دي بطنيت بيبي دي ما ينفعش اتكلم عنها لازم يجوا يلمسوها دي خط جديد كمان فكرته لطيفة جدا ان هو بيتباع عبارة عن حلقات هو اصلا كده اه حلقة واحنا بس بنشبك كل حلقتين في بعض وبنفضل ماشيين بيهم صف ايه قطيفة نعمة جدا بيبيات حلو جدا وخفيفة كمان وبتحجمها ايه او صح اما بتخطيها الشنطة مش مرهقة ونعمة طريقة مش طبعية دي كده رائع للولادة يعني لو واحدة لسه جايبة بيبي وانا عايزة روح اهديها ده كده رائع قوي لها حلو حلو قوي سوها انت فنانة وكان لازم تسيبي الهندسة مناش مكان فيها بجد انت نورتيني بس قبل ما اختم في ناس ليهم فضل طبعا في الشغل المعروض النهاردة ولازم نشكرهم احنا معينا فنانة كروشي او مهندسة برضو علياء علياء خائرات انت جبتي كل الهندسين ومعينا الاستاذة ميرفت هي اللي عاملت لنا مجموعة الشرمات الكوليكشن الرهيب ده تأكلها بكل حاجة وكان معنا الاستاذة مها ومعنا الاستاذة هيام يعني بصراحة في الكروشي في مجموعة فنانين كبار جدا بيشاركوا معنا في الصفحة ويبتركوا لغاية دلوقتي انا بس والاندي بقى مهندسة هيقعد يشتغل في القطعة كل ده بس احب اشكرهم كلهم طبعا وقصرتي وكل حد بيدعمني وبيدعم المشروع وحب اشكرك جدا انت عارفة ان انت غالي علي وانا بحبك جدا وبحب شغلك وعارفة ان انت حد متميز وعارفة ان انت ما بيفرقش معاك المادة وبنخسر شوية بس ده ولا بيفرق معايا يعني انا بحاول دايما ان الهند ميت معروف ان هو غالي هو بصراحة اه قطعة فريدة بس انا بحاول ان انا اوفره برضو يعني المعظم الناس ففعلا بقلل جدا من شغل الهند ميت بتاعي في السعر بحاول الخيوط حتى فيه تصميمات بقول حتى لو عايز تصميم انا ممكن اعمله بالخيط اللي انت عايزه بحيث ان هو يتناسب مع ميزانيته احنا طبعا معنا صور دلوقتي على الشاشة قوليلي بسرعة كده اخسل الحاجة ازاي لان انا عندي شونة توستخد هرميها اه 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 لا بالعكس ده هو يعني الشامات بتاع الشونة دي انا بحبها جدا ان الجلد مش بيقشر اه معظمها من الخيوط والخيوط بتتحمل سنوات كتيرة ممكن بنجيب طبق مية وبنحط فيه اي مسحوق تنظيف وبتتساب تتنقع زي ما بقى اغطس وطلع اه اغطس وطلعي ونقعيها وممكن لو فرشة وتمشي على السطح كده ببساطة تتعاكي ببسيط كده وهتلاقيه هنطفد وكمية معك سنين بلاكس انا بحيث ان هم بيتحملوا عن بقية الشامات اكتر من الحاجات التانية اللي بتقشر نورتين يا سوها عقبال كل مرة والمرة جاية ان شاء الله يكون معنا كوليكشن اكبر وتبقى في معارض كتير وتبقى في الحقق اللي انت بتتمنيه وان شاء الله يبقى اسم البراند بتاعك من اكبر الاسامي اللي موجودة في مصر بإذن الله انا واسقة نورتين اشوفكم بعد الفاصل ومع احلم مع كريستينا جمال ورجعنا لكم تاني مع اللي كسبت واللي فازت في مسابقة احلم كنا من فترة كده عملنا مسابقة على صفحة البرنامج على فيسبوك وقلنا ان اكتر حكاية من حكايات النجاح اللي هتبعت لنا انا هتاخد اكتر عدد لايكات هي دي اللي هتكون ديفا معاينا وهنعمل لها دعاية وهنساعدها ان هي اسمها يتعرف وان هي تبقى براند اي ان كان المجال بتاع شغلها حتى لو ما كانش هند ميد او حاجة معمولة بالايد واللي فازت معانا هي ميرنا صبحي ميرنا صبحي صاحبة براند فطوطة للإكسسوارات والهند ميد عامل ايه يا ميرنا الحمد الله ايه فطوطة دي ايه دا اسمي انا مكنتش عايزة اقول شمانة يعني فطوطة مين دا اللي بيقولك فطوطة ينفع الكلام دا وانا في عدايدي مستر وصحابي في المدرسة قالوا الاسم دا فبحت لازقت فيك فالبراند بتاعك انت خليتيه على اسمك عرفتي المصابقة ازاي؟ صحاب اختي شافوا بوست على الفيسبوك فدخلوا كلهم كده فجأة اي ميرنا اشترك اي ميرنا اشترك اي ميرنا اشترك جمهور اه ودخلتي بعدت لنا الحكاية اه واتقابل البوست بقى ونزل في وقتها فهما بدأوا بقى يتشايروا اللي هو انا فجأة لقيت البيتشاير وانا مشوفتوس بعدين انت الحكاية كانت مكتوبة كمان بطريقة حلوة يمكن طريقتك او يمكن الحكاية فعلا رائعة ميرنا انت بتديتي ازاي؟ انا عايزة اقولهم انت كنت كانت بقى ايه بس اللي هولنا بقى اشرحي انت بتديتي ازاي البراند بتاعي؟ هو انا في تانية جامعة اه الوقت اده دابلارد فكنت فاضية دابلارد يعني كنت متفوقة وطلعة الاولى عشان محدش يقول كلام بحش علينا بس فكنت فاضية فقلت بقى ان انا يعني اشوف هوايتي دي يعني احاول اعمل مشروع بيها وانتي اصلا بتحب تعملي الحاجات لنفسك اه انا من زمان باعمل لنفسي بجيب انا بحب الحلقان قوي فبجيب وباعمل لنفسي بدي هدايا لصحابي بس ما كنت اش جايبة فكرة اني ممكن ابيعها لكن بعد ما كنت فاضية حبيت بقى ان انا اعمل مشروع لنفسي طيب احنا الكوليكشن اللي معانا النهاردة ده تقريبا اول مرة يتعرض وهتوعيديني ان هيبقى شوجلك بعد كده كله نفس المستوى ده مساء الله انا اول مرة اشوف الحاجات اللي انت جايباها بصوا ياولاد اهو اهو طحفة ممتاز ده ايه ده نحاس وكريستال ده نحاس بس ده لونه ما هو مطلي في الورشة بميت الدهب علشان كده لونه جولد يعني ده ما بيصديش مش بيغير لون خالص ومش بيعمل اي حساسية ولا اي حاجة اه الحساسية اي حد جسمه حساس او بشرته فيها مشكلة مش يحصل اي حاجة مثلا انا بلاقي ان كل الامهات بتعاني للبنات الصغيرة عندها ازمة في الحلقان اللي بتقع فبتبقى عايزة تلبسها حاجة شكلها حلوة في نفس الوقت ما تعملاش حساسية الماتيريال دي امان اه اه ده ايه ده نحاس طويل كده نحاس رفيع قوي وانا اللي عاملها شكل كورة بالكريستال ايه ده استني انت مدخلة الخرس ده جوه اه انا بحسب انت حطاه كده هو حاجة زي خط وانا بقى وانا دخلة ولفة كل ده فيه شيد جدا جدا يليق على اي حاجة والوان كتير طبعا ممكن نغير الالوان طيب حلوة قوي ده كوتو وعسل خالص حلوة قوي قوي والوانه طبعا برضو ممكن نغير اللوان اه ده ازرق بس عشان ازرق بيبان قوي مع الجولد فانا نقيته بس ممكن نغير اي لون ايه اكتر الوان بتليق مع الجولد نستغلك اكتر الوان بتليق مع الجولد فويت ازرق الالوان اللي هي صريحة قوي احمر الاساسية اه الاساسية هو تقيل ماينفعش يكون ببريمة لما تكون الحلق تقيل تقيل ما تجيبهوش ابدا يكون ببريمة عادية او يبقى كده كده هيوجع يبقى كده ده غلط ده هيوسع الودن اكتر وهيتعبها فمش تقدر تكمل اليوم بيه وهيباين عارفة بيضطروا يلبسوا حلق تاني فوقي فانا لابسة مية حلق في ودني ده عسل يعني ده عسل 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 ويشيك ومفوش حاجة وخفيف او ده نحاس بس كده انت عامل دم ايدك يا مرنة او طيب في فكرة اللولي ممكن تتغير يعني انا لم هبيعه هغير معا اللولي يعني اللي هو عايز اي لون دي بتطلع ممكن هتتبدالها اي لون تاني بصوا ياولاد بصوا السهولة واللطافة فايه قالتلي انا هعمليه بقى هدي معا اللي هتشتريه اكتر من لولي فانا لابسة النهاردة اورنج اروح حاطة لولاية اورنج لابسة احمر احط الاحمر وهكذا الفكرة حلوة ان انا بقطع واحدة هقدر البسها اكتر من مرة فده حلوة اوي يا خرابي اعجبني اكتر الكروت الفكرة حد اعمل هالي يعني طريقة العرض حلوة 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 يعني ده هندي كده حتى تقيل كده وشكله وقايم اوي اه تصدقى صح اه انا مش شايفين مش ما اعتقدش هشوفه الدزاين اوي انتي برضو اللي عاملة كل ده اه انا اللي حطة الخرز يعني اندي ده اللي انا مشتريها جاهزة بس انا اللي حطة بقى الخرز اعجبني فيك برضو ان انتي جايبة الكيو او الكارت شبه شخصية الحلوة يعني المجنونة عاملالها كارت مجنون وفي دلوقتي حلوة وعملة كده مكشرة ده حلوة اوي طبعا شبه الشمس اوي في نفسه طبعا حلو ده برضو نحاس ده نحاس بس لونه بس نعملينه سيلبر اوكي انا عايزة ابقين كل الحاجات ده عسل خالص ده جميل اوي 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 انا اسفة حلوة اوي مرنة احنا ابتدينا ازاي قلتلي كان معاكي كام راس مال ااخت من ماما مصروف اصدمي الناس اصدمين اه بدأت مبلغ اوي تلاتين جنيه بس انا بدأت ان اجيب خامات بيهم لنفسي اجربها قبل بقى بعمل جروب وكده بس الفكرة كنتها نازلة اشتري علشان اجرب الخامة علشان اعمل حاجة يعني انت ابتديتي بالمصروف يعني لا كنت واضق قرد مثلا ولا جاي بقى طبعا بقيت وقع بس اهو هي طبعا مكشرة مش عارفة ليه بس الحلقة حلوة اوي وطبعا الديزاينر اللي قالت على الفكرة نشكرها شكر كبير كل الشغلة حلو اوي ده هيربيس طبعا انا عايز اقول ان انا الهيربيس اللي انا لابسا ده ده ايزاين بتعملنا وهي اللي حطهولي يعني تسلم ايديك طبعا حلو اوي اوي ابتدينا بالتلاتين وبدأتي تشتري وعملتي لنفسك بعدين الناس عرفت عنك بعدين عملت جروب وصحابي هم اللي بدأوا يشتروا وهما اللي بدأوا يتكبروا لي اصلا الجروب يعني ما كبرش بي يعني هم اللي شجعوا جامد وخلويني يكمل قبل ما اختم بس هوريهم اخر حاجة او اخر حاجتين بالضبط اضيح الان بتبقى من جير بريسنج يعني انا بحطها في ودني انا مش محتاج تكون خارمة ودني ولا ايه حاجة خالص واضغط عليها وشكرا على كده ده عشان اشباع الرغبة للناس اللي زي اللي خايفة كده فده هتستخدميها وتاني حاجة مختلفة جدا في سلسلة دي اللي بننزل بيها المية المادة صح دي ده سيليكون دي للمية وطريقة القفل كمان مختلفة كده عشان اقدر افتح بيها يبقى سهل كمان في اللبس نجيب حد باقي في اللينة القفل لبقى القصة الكبيرة الشغلة حلو ونفس عديده كله بس للاسف وقتنا مش كبير نورتيني مبسوط ان انت كنت الفايزة بعينة في المسابقة ان شاء الله لما يكون في المسابقات تانية تشتركي بس هيبقى البراند اكبر بإذن الله ويا رب نكون احنا بداية صغيرة في مشوارك الكبير اللي لسه هيبتدي نورتيني يا برنام بشكرك جدا بشكر طبعا مامتك بشكر باباكي مامتك اهم حد طبعا اللي ديتك المصروف وبتشجعني وبتصهر وبتقفل الحاجة انا عارفة ربنا يخليهالك ربنا يخليلك باباكي وخطيبك طبعا التعبنا معينا وكل الناس اللي حوليك ويا رب دايما نجحة قبل ما اختم عايزة بس اشكر واحدة مهمة جدا 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 عايزة اشكر لميس طارق لميس طارق هي الميكيب ارتستيب تاعة البرنامج شخصية محترمة متميزة شطرة جدا ليها بيع في المجال بجد انا بطبست ان هي بتكون معانا وبطبست بشغلها وبشكرها جدا 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 على اللوك النهاردة ويا رب دايما مع بعض اشكركم في حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من حكاية نجاح مع كريستينا جمال اشتركوا في القناة